اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه اليوم اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس الامريكي دونالد ترامب جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخي الوطيد بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات واشاد جلالة الملك المفدة خلال الاتصال بمتانة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين والرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها معربا عن احر التعازي والموسى للرئيس ترامب والشعب الامريكي الصديق في الذين فقدوا حياتهم من المواطنين الامريكيين بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا اكدا جلالته على همية التعاون الدولي لمواجهة هذه الجائحة العابرة واشاد فخامة الرئيس الامريكي باجراءات البحرين في ضوء الازمة الراهنة واكدا على ان الولايات المتحدة الامريكية مستعدة لاي مساعدة في مكافحة هذا الوباء وقد عبر جلالة الملك حفظه الله عن بالق الشكر لفخامة الرئيس على هذا الموقف وطمأنه جلالته على نجاح البحرين في السيطرة على هذا الفيروس في هذه المرحلة كما اعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره للجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة والدور الفاعل الذي تقوم به قوات القيادة العسكرية الامريكية لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر العرب وباب المندب منوها بجهود الرئيس ترامب لتحقيق استقرار اسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي من جانبه عرب فخامة الرئيس الامريكي عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعره الصادقة مؤكدا حرص الولايات المتحدة الامريكية وعزمها على تقوية علاقات الصداقة والتعاون الامريكي البحرينية والعمل معا لكل ما من شأنه حماية امن المنطقة واستقرارها والحفاظ على المصالح العالمية فيها هذا وقد تم الاتفاق خلال الاتصال على لقاء بين جلالته وفخامة الرئيس الامريكي في المستقبل القريب ان شاء الله شكرا